حضرتك حاجة تانية قلتها قلت اكتئاب المسن فصل كلامك اكتئاب المسن خلينا نعرف ايه نوع الاكتئاب اللي بيجي للمسن و ايه اسبابه طبعا اكيد انواع مختلفة اسباب مختلفة بس بشكل عام السمة الاساسية اللي ممكن تسبب حالة اكتئاب للمسن طيب هو المسن بطبيعته بعد سن 65 بيكون الوصلات العصبية زي ما قلنا بتبدأ تنخفض تبدأ تقل حتى فيه اطباء البشارين بيقولك الجسم بدأ يعلن عصيانه عليك كانسان يعني خلاص جسمك بدأ يقولك لا انا مش همشي كتير لان انت مشيت كتير في شبابك انا مش ضغط الدم مش بقى بانتظام لان انت تعبت يعني فيه كده نظرية بيسموها ان خلاص بتبدأ اجهزة الجسم تنطفق طيب فاحنا عندنا المسن طبعا اول حاجة عندنا بتنطفق خلايا المخ اللي هي ممكن بعد الشر بعد مدة معينة بتسبب الخرف والزهايمر وكده طيب اكتئاب المسنين بيكونوا سببين اما سبب انتفاق الوصلات العصبية او السبب الاخر زي ما حديك قلت زواج الابناء بعدهم طبيعة حياتهم ووفاة طبعا الزملاء والاصدقاء كل ما يكبر العمر كل ما بيكون الاكتئاب زيادة لانه هو بيكون فقط صديق مثلا عمل بيكون فقط اخ فقط اخت فبالتالي بيكون ده حزن فحزن متكرر بيسبب له الاكتئاب الوحدة طبعا في عندنا المسن ما عندناش في مصر يعني انا شايفها برغم ما يقال ان المسن لا انا شايفة ان المسنين في مصر في الفترة الاخيرة تحديدا مع التقدم التكنولوجي بدأوا يرتاحوا شوية يعني احنا لو متكلمنا من حوالي سبع سنين او تمانية كان المسن عنده تمانين سنة ولازم يروح كل اول شهر يقبض المعاش لكن حاليا فيه ممكن يعمل يروح بالفيزا او الحاجات دي وحد بداله كان ممكن التوكيل يعمله الاولاد وفي اولاده وفي المعاش يخدوه مش يدوه لا لا بيبقى فيه بعد كده متابعة من وزارة التضامن بتشوف المسن ده كل ست شهور او كل ثلاث شهور وضعوا ايه عايش كويس يعني ده برضو بنشوفه لا حاليا فيه طب المسنين بدأ ينتشر وحدات طب المسنين وطباء متخصصين في طب المسنين وفي امراض الشيخوخة برضو انتشرت فكل دي امور تطورت الفترة الاخيرة ولكن يزال الاكتئاب يعني مهما يعني حاولنا من ابحاث ودراسات سواء الاكتئاب الصغار المراهقين المسنين مازال هو حاجة مبهمة بنحاول نشخص اسبابها ولكن بيصعب علاجها في فترة المسنين لان بيكون سببها تكرار زي مضحك الضيق والحزن والوحدة ضعف النظر فلو كان بيقرى كتير فبالتالي الاراية قلت معاه ضعف العضلات فلو كان بيمارس رياضة ما بيش غير قادر على مارسة الرياضة كلها امور ولكن يجب ان يتعلم الانسان انها مراحل حياتية زي ما احنا بنقول يتعلم العطاء منذ الصغر يتعلم ان هي مراحل الحياتية تسلم بعضها البعض يتقبل 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 ان هو فعلا غير قادر على حمل شئتي غير غير قادر على ان هو يعني يمشي بالليل لوحده غير قادر على ان هو ينزل المكان لوحده كل دي امور يتقبلها الانسان لان برفضها هيصعب عليه الامر هيصعب على نفسه الامر هيصعب على المحيطين بيه هيبدأ يزيد عنده نسبة الاكتئاب وبالتالي الرغبة غياب الرغبة في الطعام غياب الرغبة في الحديث غياب الرغبة في التواجد مع الاسر طبعا بنقول ان لازم الاسر تبقى موجودة الاولاد قدر طاقتهم وقدر يعني اجازة لازم يكون متواجد اتصال تليفوني يوميا وسأل التكنولوجيا ايضا خدمة المسنين خدمة الالاقصة هنا يقول لك اصطنا مشغول اه انت مشغول مش قادر تروح كل يوم لان انت بتشتغل في محافظة والدك في محافظة ولكن الانترنت ما خلاش ان لا موجود انك تقدر تشوفوا صوت وصورة موجود انك تقدر تتكلم معهم وتطمئن عليهم موجود انك تقدر تطلب لهم حاجات دلوقتي من عن طريق الانترنت اكل هدايا وتوصل لهم وتبقى مدفوعة من الطرف الاخر اللي هو الابن كل دي امور يعني مش هقول ان بقى فيه لا انا ضد فكرة الجحود ولكن انا بنسبة الجحود بسيطة فيجب ان لا اعممها ولكن نسبة الانشغال الشديد هنا بنقول لا لازم نكتهد لان خلاص احنا عارفين ان المسن العمر بيد الله فكل واحد له ما عاد خلاص هنا بيقترب يعني ما يكونش سنه 80 ولا ده لسه قدامه 80 سنة مستحيل غير لما يبقى مثلا عنده 10 سنة يقول لك يا ده انت لسه ان شاء الله 70 سنة لكن احنا بنتكلم الكلام المنطقي العقلاني ممكن التابلين سنة ده يعيش 105 سنة زي المعمرين ده موضوع مش بتاع ده لكن احنا بنتكلم من الاوقات دياوي فيجب ان الابناء تستغل لها افضل استغلال ان هي تقضي وقت لطيف مع اهلاء تساعدها يبقى فيه يعني شوية معاونة مع المجتمع ايضا يبقى فيه اماكن مخصصة للمسنين لخرجهم مهيئة اشتركوا في القناة